أعلنت الرئاسة الجزائرية عن موعد الانتخابات التي ستجرى في الرابع من مايو القادم وستكون أول انتخابات منذ تعديلات دستورية عززة سلطات الهيئة التشريعية في البلاد وبمقتضى التعديلات الدستورية التي أقرت في فبراير من العام الماضي أنشأت الجزائر هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات وأعادت العمل بمادة تقصر الولاية الرئاسية على فترتين وتشهد البلاد حراكا سياسيا كبيرا في الأشهر الأخيرة فقد أعلن الأسبوع الماضي عن ميلاد كتلة سياسية جديدة تتكون من 14 حزبا سياسيا وتحمل اسم الهيئة الوطنية للأحزاب السياسية مجددة طلبها بمراجعة شرط الحصول على نسبة 4% من الأصوات المعبر عنها خلال الانتخابات التشريعية للمشاركة في استحقاقات 2017 واعتبرت الأحزاب في بيان لها أن هذا الشرط يحرم أغلبية الأحزاب من المشاركة في العملية الانتخابية ويتنافى مع أحكام التعديل الدستوري الأخير وشدد البيان على أن شرط نسبة 4% يحرم غالبية الأحزاب السياسية من المشاركة في العملية الانتخابية وهو ما ينعكس مباشرة على نسبة المشاركة وتعميق العزوف الانتخابي وأوضحت هذه التشكيلات السياسية أنها ترمي من وراء هذه المبادرة المذكورة إلى السعي لحماية الحقوق والمكتسبات الديمقراطية وتعزيزها واحترام التنافس النزيه والشريف بين جميع الفرقاء في البلاد وكانت ثلاثة أحزاب إسلامية جزائرية قد أعلنت في يناير الماضي عن اندماجها في اتحاد سياسي يتوج بالاندماج في حزب واحد استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة والأحزاب المندمجة هي حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء وتوحدت الأحزاب الثلاثة تحت مسمى الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء ترجمة نانسي قنقر